عندنا في دمشق تربة وهي المقورة وكلنا نعرف التربة والمقور الدحدح مشهورة وفيها نعم أولياء وفيها علماء وفيها مجاهدون وفيها شهداء تربة مشهورة في دمشق كل من عرف دمشق يعرفوا هذه التربة كان فيها رجل يعمل حفار يعني بنزل أموات عنها جاءت في يوم الأيام مرأة وطلبت من الحفار أن يحفر لها قبرا حفر القبر وبعد ساعة جاءت الجنازة وليس معها كثير من الناس يعني بضعت رجال انزلت الجنازة إلى الأرض وفتح صندوق الجنازة وحبل الميت ودلي في القبر وكانت الحفار في القبر تسلم الجثة وأراد أن يضعه في القبر في هذه الأثناء ينفتح القبر ويصبح روضة من رياض الجنة أنا أقول هذه حادثة واقعية واقعية وليست خيالا ولا من قصص ألف ليل وليلي وإنما قصة واقعية أغمي على الرجل لما رأى ورأى اثنان جاء على أصيلة فرس وأخذ الميت وذهبا به أغمي على الحفار فاللي حول القبر ما رأوا ما رأى هو هو الذي رأى فقط فقط هو الذي رأى رشوا عليه ماء وسحبوا وطالعوا من القبر كانت المرأة مضت ما لك قال له الله رأيت عجبا رأيت كذا 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 سبحان الله قالوا لعلها دواهم لعلها كذا وتركوا مضت شهور جاءت المرأة مرة ثانية بعد شهور وطلبت من الحفار أن يحفر قبر حفر القبر جاء الميت حمله ووضعه في القبر ففتح له روضة من رياض الجنة وجاء ملكان أخذاه منها لكنه تجلد ماءه معري وعلى طول خرج من القبر وتبع هذه المرة تعالي من أنت ومن أين من أي مكان جئت قل له يا رجل سيدني بمصيبتي شو مصيبتي قال هذا ولدي وصبت به وكان قبل عندي ولد آخر وصبت به من أشهر قال أنت صاحبة الرجل قالت نعم ما لك لماذا تسأل قال والله رأيت عجبا الأول لما وضعتهم فتح روضة من رياض الجنة والثاني كذلك ماذا كان يعمل هذا وذاك حتى عملهم الله بهذا الأمر وكان لهم هذه الكرامة العظيمة قالت له أما الأول فكان طالب علم وكان الثاني يعمل نجارا ويقدم لأخيه نفقات طلب العلم فكافأهم الله طالب العلم ومن أنفق عليه بهذه المعاملة الطيبة هذا الحفار رأى هذه الحالة وسمع هذا الجواب ترك المقبرة ونزل منها إلى جامع التوبة الجامع الذي نعيش نحن فيه وكان الوالد وأبو الوالد وجده وأبو جده كلهم يعملون في هذا المسجد كان جدنا هناك واسمه الشيخ سعيد المرهاني جد الشيخ سعيد المرهاني والدي جاء إليه قال له أريد أن أطلب العلم قال له خير أنت عمرك الآن خمسة وأربعين خمسين سنة نسيت حياتك كلها ما قرأت العلم الآن لك تتعلم العلم لماذا؟ قال لأنه صار معي كذا 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 قال له خلاص اتكر على الله ويلا أبدأ في طلب العلم جيب الأجرومية كانوا يتعلموا الأجرومية ويحفظوها ويتحفظوا متون وكذا وبدأ واشتغل حتى صار من كبار العلماء الشيخ عبد الرحمن الحفار من كبار علماء دمشق وأسرته من بعده كلهم طلاب علم وآخرهم الشيخ عبد الرزاخ الحفار من كبار علماء دمشق هذه القصة أنخذها لكم لأبشركم بأن طالب العلم هكذا يعامله ربه ترجمة نانسي قنقر شكرا